اشتركوا في القناتي در ايدي نيكون وجعت لكم فيديو جديد ده يكون فيديو زي تاج او ترشيحات لبعض الكتب بما ان انا مش مجهزة لسه الفلوج اللي انا كنت عايزة انزلها فلو حد تفاكر قناتي زمان كنت بعمل حاجة اسمعته فايفون داي بس يعني دي حاجة شبيهة بكده ان انا هرشح لكم خمس كتب بثيمة معينة فالمراتي اخترت خمس كتب واغلابها جديدة يعني ثلاثة منهم قررتهم السنان دي واثنين السنان اللي فاتت فمارجعتش وراء قوي خمس كتب عادت عليها خلصتها في يوم واحد مش كلها كتب وسيارة بس هتشوفوا اوجه اللي خلافات ما بينها وليه كل واحد فيهم سريع في القراءة وهبدأ باخر حاجة قريتها وهي حاجة لسه بخلصها الاسبوع اللي فات وهي جرافيك نوفل اسمعة بلانكتز لي كريغ تومسون بس بورها لكم بس مش هفضل شايل ايها طول ما انا بتكلم عنها عشان هي تقيلة شو هي بس دي جرافيك نوفل وي كنها سريع في القراءة هي لانها جرافيك نوفل فرغم انها تخدوكم شو هي بانها اا حوالي خمسمة وتمانين صفحة بس تجربة سريعة في القراءة حتى وان كانت اا فيها بعض الملمحة القصية عن حياته وارواية دي بتتكلم عن كريغ تومسون نفسه في فترة معينة من حياته اللي هو كاتبها في بنتجة 2003 وبتذكر فيها فترة معينة من حياته هي بالزاد فترة طفولته وفترة مراهقته والاعوامل تشكيلية الاولى من حياته هو كان عايش في وسط عائلة متدينة جدا جدا ويدخلوا الكنيسة بس الفكرة ان هو ما كانش عنده اعتراض على ده بعد ما كبر على التعليم الدينية قد ما انه هو الطريقة اللي تعلم بها التعليم الدينية دي وبنشوف ازاي شكلت شخصيته وزمان هو طفل صغير كان بيحب يرسم وازاي تقال له ان الرسم ده حرام وازاي ده غير علاقته بالرسم بمرور السنوات وكمان بنشوف القصة دي قصة حبه الاول او البنت يحبها ولما تقابله في مخيم تبع الكنيسة وكده في كان الرواية تبدو انها مرتبطة جدا بالمسيحية وكده بس افتكت ان انتو حتى ما عندكوش اي حلم باي حاجة من الحاجات دي مجرد النظرة لحياته والحاجات اللي هو ندمان عليها من هو صغير بتكلم عن علاقته باخوه والحاجات اللي هو ندمان عليها في ان هو مساعاش لها في ان هو تبع علاقته باخوه كويسة بنشوف تأثير بابا ومامته عليه رغم ان هم الناس كويسين وهموهم مصلحته بس هو ما يقدرش يصراحهم كل حاجة ما يقدرش يكلموا عن اي حاجة بسبب افكارهم اللي هم ملتزمين بياه بنشوف التلاعب اللي حصل بيه طول اعوامه التشكيلية الاولى دي فارواية مكتوبة حلو جدا انا مهتمة جدا انها اقرأ بات حاجات كريغ تومسون وفي حاجات كتير منها افتكر كتبها بمنظور شخصي يعني انا قبل ما اقرأ رواية دي ما كنتش عارفة اذا كانت مستوحاها من حياته الحقيقية والذي احدث متخيلة بس هي مستوحا من حياته الحقيقية واتخيل ان بعض الشخصيات متغير اسميها الحفاظ على هويتهم مش عارفة الصراحة اذا كانت البنت رينا اللي هي البطلة هنا اللي هي البنت اللي هو بيحبها اذا كانت اسمها الحقيقي في حياته ولا لا بس تبص لها قصة حب او قصة اكتشاف للذات او قصة ممور حزين شوية عن عوامل اولى من حياته بس مرسومة حلو جدا معمولة بالقبض والاسود ازاي بتفكرني بسلوب المانجا بس اسلوب الاسم بتاعها الصراحة جميل كل صفحة حلوة وقصية واسلوب الكتاب بتاعها حلو جدا كمان ام ام ده متعميم بالجرافك نوفلز وبالذات الجرافك نوفلز اللي بتابع حياة الشخص ام المذكرات بس ام بس بشكل الجرافك نوفل بدا ما تكون كتاب ارا شرح لكم الكتاب ده جدا كتاب اللي بعده هو اريتوا الشهر اللي فات افتكر هو وندر استرعك لي براين سيلزنك وبرضو ده كتاب انا مش افضلها مسكية. آآ بس برضو يعني رغم ان هو حوالي ستمائة صفحة. بتكر ستمائة صفحة. اه كتاب ستمائة صفحة. بس برضو قريته على مدار ساعتين. ساعتين وشوية. وفي يوم واحد برضو. فانا باهرهولكم بس. بس احفت صورة عشان برضو ما افضلش مسكية. وهو دي رواية كعادة روايات برايس هزنك التانية. انا مهتم اقراله رواياته التانية اللي هم ده مارفلز و ده انفنشن اف ويجو كابريل اللي هم هتشوفوهم على الغلاف هنا. وهم الاتنين برضو دول زي رواية دي معمولين بنفس الطريقة دي. انها رواية بتتراوى عن طريق حاجتين. عن طريق الرسوم. لفوسط الرواية. وعن طريق الكتابة. وبنشوف هنا ان في او اه تلات ربع للكتاب الرسوم بتحكي قصة شخصية. والكتابة بتحكي قصة شخصية تانية. لحد ما قصتين بيندمجوا مع بعض وبنشوف ازاي بيتلاقوا مع بعض. القصة هنا بتتبع شخصيتين اه طفلين اه ولد وبنت والاتنين عندهم اه فقدوا السمع لزروف مختلفة وبيقى مختلفة وبيوصل ما بينهم خمسين سنة. الولد بن اه هو اللي بنبدأ معاه القصة وهو ولد اه بيفقد فقد مامته مامته اتوفت وهو لسه في المراحل الاولى من استعاب ان هو فقد مامته. وبنشوف ان هو عنده حب كبير جدا للمكتبات وللموسعات وللمتاحف وكل الحاجات اللي فيها تجميع. اه وبيفقد سمعه بسبب حادث ما. وبنشوف قبله بخمسين سنة قصة بنت اسمها روز وهي برضو فقدة سمعها وبرضو عندها مشاكل انها بتدور على بيت ليها رغم انها عندها بيت بس برضو عندها نفس فكرة فقدان الام حتى وان اختلف شكله شوي. وبنشوف برضو ان اهتمامها بالمتاحف واهتمامها بالمكتبات والتجميعات وكده بيخليهم هما الاتنين يتلاقوا بحاجات كتيرة. درجة في بعض المشاهد بنشوفهم بيروحوا نفس الاماكن حتى وكان نتفصل ما بينهم خمسين سنة. وطبعا معنات الكتاب بنشوف ايه وجه الشبه وايه وجه العلاقة ما بين الاتنين دول. القصة مكتوبة حلو جدا. الاجزاء بتاعت الرسوم كتيرة بس ما بتحسوش ان انتو تيهين او ان انتو مش فاهمين او ان انتو محتاجين كتابة مع القصة. القصة الجزء المرسوم بتاعها مرسوم حلو قوي. المشاعر بينا فيه جدا. ومكتوبة حلو جدا. اه حبيت فيها الشخصيتين دول وحبيت ان هما برحلتهم ان هما يلاقوا الناس يفهمهم ويلقوا نفسهم وسط الحاجات اللي بيحبوها. اه فكت قصة مؤسرة جدا وحبيت حبيت شخصيتين جدا واعرف انها تعملت فيلم فمش عارف ازا كان الفيلم حلوة لا بس ما زلت مهتمة جدا انا شوف الفيلم. بعد كده اه رواية القرمارة تكتب خطبات سرا لطارق امام. ودي رواية انا خلصتها على مدار ساعة ساعة ونص تقريبا. وكانت اكتشافة عن طريق ابجأت وهي رواية قصيرة جدا. وفيها ملامح كتير فقرتني من رواية تانية انا كنت بحبها قوي. هي امرأة لا لزومة لا لربيع على مدينة. بطاعتني هنا ستة كبيرة بترجع القرية بتاعتها او المدينة بتاعتها بعد موت جزها وبتلاقي نفسها بترجع لكتابة الخطبات. الخطبات كانت جزء كبير من حياتها زمان. وبتلاقي نفسها بترجع عليها تاني عن طريق انها تكتب الخطبات سرا للبنات اللي هي بتدرس لهم. تكتب خطبات غرامية على لسانهم. فمتشوف ازاي هنا هي بتحاول تحقق الحب الضاعة سواء ليها او لطالبات بتاعها. وكمان هي شخصية مهووسة او مهتمة جدا بالموت. مهتمة انها تلاقي المكان اللي هي هتتدفن فيه. وفي رحلة اهواسها بالموت او اهتمامها بالموت بتلاقي خطاب بيقتحم بيتها. وبيفكرها بالخطبات القديمة بتاعتها. اه القصة حزينة اوية فيها بعض استريالية شوية في وصف المدينة اللي هي عايشة فيها وفي وصف حياتها. فبشجلة عام كانت تجربة لطيفة جدا في القراءة. بعد كده رواية اسمها ده ودي برضو رواية عطيكها اتعملت فيلم قريب. ودي رواية ديستوبيا وصيارة برضو قارتها في يوم واحد. وهي بتتكلم عن ازمة بيقية ما بتتسبب بحدوث فيضانات وغرق الكوكب. بنشوف الاحداث بالذات في لندن وبنشوف ام على وجهك انها تخلف ابنها وبنشوف محاولتها انها تحمي طفلها من وسط انهيار العالم. آآ مكتوبة باسلوب شاعري جدا رواية اسلوب الكتابة بتاعها هدي قوي ومتفرق كأنها مقارنة مقطع مختلفة. بس هدافها انها تعيشكم في المود العام بتاع الانهيار ده والام وهي بتحاول تحمي ابنها في وسط ده كله. فبنشوف محاولاتها للنجاية. محاولاتها انها تجمع مجموعة من الناجين ومحاولاتها برضو انها ترجع لجوزها وانها تلاقي جوزها وانها تحمي ابنها زي ما قلتلكم. فهي رواية هدي قوي وحزينة جدا بس سلوب الكتاب بتاعها برضو في شوية امل فانا حبيت رواية دي قوي. واخر رواية كلمكم عنها هيكت سريعة في القراءة رغم من دي ممكن تكون اطولهم ممكن تكون اكتر واحدة خدت وقت مني برضو بس حاسدنا كل لو ما كنت بمسكها كنت بقراءها سريعا وكت ما كونش عايزة سيبها. ورواية ده رابت الكاتبة الاولى. دي رواية فيها تروب انا بحبه جدا وهو مجموعة سكان بيتشاركوا مكان واحد. اغلب اه شخصيات رواية دي كلهم سكنين في نفس المبنى وهو اسمه ضربة هاتش. وبنشوف القصر واسية بتبدأ عم على عن طريق بنت مراهقة اسمها بلندين عايشة في اه شقة من الشوق في المبنى ده. وهي وثلاث اولاد تانيين عايشين مع بعض وبيبدأوا يعملو زي طقس غريب شوية. وبنبدأ نرجع في الاحداث اسبوع وبنبدأ نشوف ازاي كل احداث دي بتجتمع انها نوصل لحد الطقس ده. لحد الطقس اللي ام بيعملوه ده له هو طقس ديني غريب. اه فبنشوف الشخصيات المختلفة اللي عايشة فيه المبنى ده فيه منهم شخصية بتكتب اه ناعي للناس على النت. وبنشوف ازاي ناعي هي بتكتبه اللي ممثلة بيقود ابن الممثلة دي ان هو يجي للمكان ده برضو. ام ام برضو بتحمل السر السوداوي شوية عن ابنها وانها خايفة من ابنها وبنشوف حياتها معجوزة وابنها عاملة ازاي. ام الناس المختلفة اللي عايشين في المكان ده. يعني حاجات بتربطهم بسيطة اوي زي ان الجارتين مرتبطين ببعض بان هما كانوا بيتابعوا نفس الممثلة او بيتابعوا نفس المسلسل. وبنشوف ازاي طرقهم بتتقاطع. فالفصول بتاعة الرواية دي غريبة شوية. فيها بعض التفاصيل اللي انا متأكدا مش كل الناس هتحبها. يعني دي رواية اقول لكم لو انتم حابين تجربوها جربوها عند الت الاول قبل ما تشتروها. لان حاسا دي اكتر رواية غريبة في المجموعة اللي انا رشحتها. بس انا منساعد ما قاعدتها وانا مقدرتش ابطل التفكير فيها. فعشان كده عجبتني جدا. هي الرواية دي عندي ورقية بس موجودة في المكتبة في مكان ما مدارية وراء الكتب. فما طلعت عشان كده حتطلو الصورة بتاعتكم. حتطلوكم الصورة بتاعتها. لكن دي خمس كتب انا فعلا مقتنع ان انا اردتهم بسرعة او في حالة اخر رواية دي ما قاعدتش بسرعة بس كتب كل ما بمسكها بحيس ان انا عايزة او ان انا بيشترنر اوي جدا بالنسبالي. تسيبوا لي في كومنتات ايه رواية او الكتب اللي ينطبق عليه الوصف ده الكتب اللي خلتكم تحسوا انتم مش عايزين تبطلو تقرؤوها. اه اتمنى تكونوا على اقل لقيدو ترشيح واحد من وسط المجموعة دي. اتمنى فيديو يكونوا عجبكم وانتبقوني في الفيديو الجاي. باي باي. اشتركوا في القناة